كما أكد الرئيس السيسي أهمية توضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي مشيرا إلى أن مصر طالبت الحكومة الإيسيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات بل انخراط بحسن النية الواجب للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بدول ثلاث حقها في الحياة والتنمية واسمحوا لي هنا بمعواد التنويه لأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي في إطار المنتدى العربي الصيني نظرا لما تحمله هذه المسألة من مخاطب طرق إلى حد التهديد الوجودي وودي الإشارة في هذا السياق إلى أننا طلبنا الحكومة الإيسيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية أخزم بعين الاعتبار أننا لن نسمح بكل من شأنه العبد بأمن واستقرار دولنا وشعبنا اشتركوا في القناة